قد الهدية بعجالة لان سيد احمد بيقول لي فاضلك دقتين ناس كتيرة قوي رغم ان احنا في شهر كريم تصفت فيه الشياطين لسه دمخة بتاكلها من السحر والدجل والشعوزة ولسه لحد النهاردة واحد يكلمني ويقول لي لو شفت شوية مية او ريش او دم على باب بيتي ممكن منزلش باليومين والتلاتة وخايف علشان كده بقول لك اكتب ورايا في عجالة قبل ما سيد احمد يقطع علي بعد ما تصلي على الحبيب اكتب ورايا اي حد يشوف على باب بيته مسامير دم مية ريش اي حاجة خايف منها يعمل اللهولهول ده بسرعة يجيب مية وبعدين يقرأ الفتحة سبع مرات ويقرأ آية الكرسي سبع مرات ويقرأ اخر ايتين من صورة البقرة سبع مرات من اول امان الرسول بما انزل اليهم الرب لاخر الصورة وبعدين يقرأ الآية رقم واحد وتمانين من صورة يونس خلي بالك رقم الآية بيبقى في اخر الآية مش في اولها اللي ربنا بيقول فيها ايه قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين سبع مرات برضا وبعدين تقرأ الآية رقم 23 من صورة الفرقان اللي ربنا بيقول فيها وقدمنا الى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء من صورة سبع مرات وبعدين تقرأ صورة الاخلاص اللي يقوله الله واحد سبع مرات وصورة الفلق قل اعوذ برب الفلق سبع مرات وبعدين صورة الناس قل اعوذ برب الناس سبع مرات وبعدين النص الاخير من التشاهد من اول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد الى اخر التشاهد برضك سبع مرات وبعدين تقول ايه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء اللهم احفظنا من اعين الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظت الروحة في الجسد انك على كل شيء قدير سبع مرات وبعدين رشة المية دي على اي حاجة انت خايف منها على المسامير الريش الدم اي حاجة المية اي شيء انت خايف منه رش عليه وثق بانه لن يضرك شيء ولن ينفع معك سحر ولا مس ولا نغز ولا شيطان ولا جان مهما كانت قوته لانك استعنت بالله سبحانه وتعالى مفيش بأس ان انتوا تشربوها لولادكم وتشربوها لزوجاتكم والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرقي نفسه ويرقي اولاده ويرقي زوجاته علشان كده استعينوا بالقرآن وما تروحوش لا للصحرة ولا للدجالين ممن يستعينون بالجال فهؤلاء كفرة بالرحمن